7- الكافر يجمع ماله بأي طريقة ثم يبخل في إنفاقه في سبيل الله وهذا المال لا ينفعه يوم القيامة سورة الشمس التفسير والشمس وضحاها قسم بارتفاع ضوء الشمس وكماله تلاها تبعها أي إن القمر يطلع بعد غروب الشمس جلاها أظهر الشمس يغشاها يغطي الليل الأرض فتظلم والسماء وما بناها قسم بالسماء وبنائها والأرض وما طحاها قسم بالأرض وبستها ونفس وما سواها الله أحكم خلق كل نفس فألهمها بيّن لها فجورها طريق الشر وتقواها طريق الخير قد أفلح فاز من زكاها من زكاها الذي طهر نفسه وهذب نفسه وقد خاب خسر من دساها الذي أذل نفسه بعمل الذنوب كذب الثمود كذب قوم صالح عليه السلام بطغواها بسبب كفرهم ومعاصيهم إن بعث قام مسرعا أشقاها أسوأ قوم صالح وأكثرهم ضلالا وهو قدار ابن سالف ناقة الله احذروا أن تؤذوا الناقة بسوء وسقياها واحذروا الاعتداء على يوم شربها بذنبهم بسبب ذنوبهم فعقروها فنحروها فدمدم عليهم ربهم أهلكهم الله جميعا فسوى فسوى الله بين أفراد القبيلة في العقوبة ولا يخاف عقباها وَلَا يُبَالِ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ التفسير الإجمالي أقسم الله عز وجل بالشمس وارتفاع ضوء الشمس في النهار وأقسم بالقمر إذا تبعها في الطلوع والغياب كما أقسم بالنهار إذا كشف الظلام وأقسم بالليل إذا غطى الأرض بظلامه وبالسماء ورفعها المتقن وبالأرض وبستها كما أقسم بكل نفس إنسانية وبإكماله سبحانه خلقها لتقوم بمهمتها في هذه الحياة بعد أن أرشدها ربها إلى طريق الشر وطريق الخير والله يقسم بما شاء أما الإنسان فيحرم أن يقسم بغير الله وهذه الأقسام كلها على أن الإنسان يفوز إذا طهر نفسه سبحانه ووجه ووجهها نحو الخير وما أمر الله به وعلى أنه سوف يخسر خسرانا عظيما إذا عمل المعاصي التي يغضب الله منها وأهمل تهذيب نفسه ويخبر الله عن قوم ثمود الذين بلغوا درجة عالية في العصيان والضلال وقام أسوأ رجل فيهم ليذبح الناقة فحذرهم النبي صالح عليه السلام من أن يمسها أحد بسوء وهي علامة على صدق هذا النبي كما حذرهم من الاعتداء على يوم شربها المعلوم لهم ولكنهم أبوا فذبحوها فعاقبهم الله جميعا لعصيانهم ولم يفلت منهم أحد ولا يبال الله بعقاب القوم الذين ذبحوا الناقة أو غيرهم ما يستفاد من السورة واحد خلق الله النفس البشرية مستعدة للخير والشر والإنسان مسؤول عن اختياره أحد الطريقين اثنان ضرب الله المثل بقوم ثمود الذين لم يزكوا أنفسهم فتمادوا في الطغيان فنزل بهم العقاب الشديد ثلاثة إذا طغى الفساد في المجتمع ولم يغير فالعقوبة تشمل الصالحين والمفسدين سورة البلد التفسير لا أقسم بهذا البلد أقسم الله بمكة المكرمة وأنت حل بهذا البلد وأنت يا محمد مقيم في مكة تصنع فيها ما تشاء ووالد وما ولد أقسم الله بآدم وذريته لقد خلقنا الإنسان الله خلق الإنسان في كبد أي حياة الإنسان تعب ومشقة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد هل يظن الإنسان المتكبر أن الله لا يقدر عليه يقول أهلكت يقول أنفقت مالا لبدا مالا كثيرا أيحسب أن لم يره أحد هل يظن الإنسان المتكبر أن الله لا يراه ألم نجعل له عينين لقد خلق الله للإنسان عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بيّن الله له طريق الخير والشر فلا فلقتح ما العقبة فهل لا جاهد نفسه في أعمال الخير وأنفق ما له فيما يفيد وما أدراك ما العقبة وهل تعلم ما يساعد على تجاوز يوم القيامة فك رقبة عطق العبيد في سبيل الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم فيه مجاعة يتيما ذا مقربة يتيما بينك وبينه قرابة أو مسكينا محتاجا ذا متربة فقيرا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالرحمة والشفقة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الجنة والذين كفروا بآياتنا والذين كذبوا بآيات الله هم أصحاب المشأمة هم أهل النار عليهم نار مؤصدة عليهم نار مغلقة ترجمة نانسي قنقر